يا سيد اوقاتكم اهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من قناة فكرة وطبخة مع ام احمد او اول مرة بتزوروا القناة بتمنى انكم تنوروني بتضغط على كلمة اشترك وتفعلوا الجرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد بنزل على القناة اجا الصيف واجت وصفاته الباردة اليوم ان شاء الله رح احضر معكم حالة صيفي سريع جدا وبارد ابنكها ولا اطياب من هيك الحلل اليوم اللي رح احضره معكم هو عبارة عن طبقات من البسكوت مع الكريمة مع الجلي رح نعملها بخطوات بسيطة مثل ما انتوا شايفين كل الوصفة اقتصادية وسهلة ورح تعطيكم كمية عائلية رح احتاج مغلف وربع من بسكوت الشاي العادي اي نوعية بسكوت شاي بتستخدموها بتحاول انكم تغمسوا البسكوت بالحليب البارد تستخدمو جاط للتقديم استخدمو هون مثلا جاط البايركس او اي صينية بتبدي ترس فيها البسكوت ولكن هون ما تحاولي انه يعني الوقت اللي تمرر فيه البسكوتة بالحليب يكون طويل انا هون استخدمت ايدي لانه بدي بسرعة مجرد ما احطها ارفعها ما بديها تتشرب كمية من الحليب لانه هيك هيك هي رح تشرب من الكريمة اللي رح نضيفها فبدي تحافظ البسكوتة على شكلها وقت التقديم انتبهوا هون كثير بعض الصبايا بيعملوها وانا يعني بناء على طلب صبية هي اللي بعتتلي انه اعملها يعني بشكرها انه هي واثقة انه انا الوصفات اللي بيعملها اولا بتكون مناسبة لكم وناجحة بحبيت اليوم يعني اأكد عليكم ببعض الخطوات اللي ضروري انه نعرفها هلا البسكوت اذا كان شارب كثير من الحليب رح يفت معك ورح تكون الطبقة اللي تحت غير متماسكة ومش حلو شكلها ابدا وقت التقديم فحتى تحافظي عليها يا دوب انه تحطي بس البسكوتة بالحليب وترسيها وعساس تكون شكل الطبقة كثير مرتبة وحلوة حطي طبقتين من البسكوت الاطراف حاولي انك تكسري لتحصلي على يكون السطح كله بنفس المستوى هيك صارت عنا طبقة البسكوت جاهزة نبدأ بتحضير طبقة الكريمة طبقة الكريمة هون يعني كثير صبايا بيستخدموا اي نوع مثلا المهلبية او اي نوع من الطبقة اللي انتو تكون تستخدموها انا اليوم رح اعمل لكم اياها بشكل تاني رح استخدم كوب وربع من الحليب البارد ضفت لهم كوب من الكريمة يعني مغلة في كريمة مع كوب حليب انتو استخدمو لتصير الكريمة عندكم بهاد القوام هلا هي متماسكة رح اضيف عليها علبة لبن شمينة اللي ما بيعرفوا اللبن الشمينة هو عبارة عن لبن محلة نستخدموا لتحضير الكريمة البيتية ممكن تستخدميه في كثير وصفات هو عبارة عن لبن محلة الصبايا اللي فيش عندهم الشمينة بأي دول برة استخدموا لبن محلة يكون عالي الدسم بضيفه على الكريمة وبخفقه معها لمدة نص دقيقة بهذا الشكل بس لا يصير عندي القوام بهاي الطريقة شوفي كيف اسهل وصفة ممكن انه تحضريها هلا ببدأ اوزع طبقة الكريمة كلها على طبقة البسكوت هلا اثناء التوزيع بدك تنتبهي انه تكون الطبقة في كل اجزاء صنية التقديم متساوية حاول انك تفرديها بأي اداة حتى تحصل على سماكة مناسبة وموحدة بكل الطبق حتى لما تيجي توزيع عليها طبقة الجيلو ما تكون عندك طبقة عالية وطبقة يعني مستواها ادنى من المستوى الاولى الطبقة التانية وغير عن هيك لما تيجي تقدميها بتكون واضح معيك في التقديم شكل القطعة انه الطبقات بينها مش مرتبة حرصوا على هاي النقطة استخدموا اي اداة مش متوفرة عندك هاي الاداة بسطح ملعقة كوني حاطة جنبك كوب من الماء المغلي كل شوي اغمسيها في الماء وامسحيها وبسرعة رتب سطح الكريمة اللي تطلع معكم بهذا الشكل هلأ بنحطها على جناب ومباشرة رح احضر الجيلو يعني نفس الحين ما بحطها بالتلاجة ولا بستنى ولا اشي لما تكون مستوى الكريمة سميكة بهاي الطريقة ما تخاف وما رح تدوب من الجيلو هلأ لتحضير طبقة الجيلو استخدمي اي نوع جيلو حيواني او نباتي واتبعي التعليمات اللي على المغلف انا هون حطيت كوب من الجيلو رح اضيف له كوبين من الماء اللي هو كوب ماء مغلي وبضيف له انا نصف كوب ماء بارد بعد ما اخفقه حسيت انه هاي الطبقة رح تطلع بسيطة ورقيقة وانا عندي ابنة صغير بفضل كثير طبقة الجيلو يعني انتوا ممكن تستخدموا مغلف واحد مع كوب من الماء المغلي ونصف كوب من الماء البارد انا ضفت وطبعا انا هون ضعفت الكمية ضفت مغلفين مع كوبين من الماء المغلي وكوب من الماء المثلج خفقتهم لصاروا بهذا القواهم مباشرة مبلشت اسكوب بس انتبهوا وانا اضيف بكون حاطة ملعقة عن سطح الملعقة بنزل وبشكل يعني توزيع ما بدي اضلني بنفس النقطة اللي انا بسكم فيها حتى ما اعمل ضغط على طبقة الكريمة وتفتح او ترتفع معي ويخرب شكلها حتى ما ترجع معكم الطبقة وصير شكلها مش حلو انتبهوا وكونوا حارسين بالملعقة جزء جزء ووزعوها على كل الاطراف هيك انا وزعت كل كمية الجيلو اللي انا حضرتها رح اتركها تقريبا ليلة كاملة بغطيها بالجلتين الغذائي وبحطها بالتلاجة لوقت التقديم ما شاء الله يعني الطبقة رح تتماسك معكم بكل سرعة وسهولة وبعدين يعتور من الحلويات اللي باردة وصحية ممكن تقدميها لولادك او لضيوف او لأي مناسبة حتى ممكن تقدمي نفس الفكرة بأكواب فردية رح تطلع برضا شكلها كتير حلو خليكم معي لتشوفوا كيف رح نقدمها بعد ما اطلعها من التلاجة انا هو المفروض اني اغلفها ودخلها على التلاجة على الاقل اذا انتم مستعجلين عليها ممكن تخلوها لساعتين يعني بعد الساعتين ممكن انكم تقدموها انا هلأ بعمل فيها تقريبا العصر رح ادخلها على التلاجة على الاقل ليلة كاملة والسبوح ان شاء الله رح افرجيكم النتيجة النهائية انسيت احكيتكم ملاحظة لما تسكبوا الكريمة ارفعوا منها ملعقتين لتزين خلوهم على جناب لانه فعلا الكمية منيحة وكبيرة هاي انا غلفتها رح ادخلها على التلاجة وفرجيكم اياها بعد ما تكون جاهزة وهيك انا طلعتها ثاني يوم شوفوا كيف شكلها متماسك بديت اقطع فيها مفروض فينا لما نقطعها انه نمسح السكينة بكل مرة حتى ما تبين طبقة الكريمة على اللون الجلي ويتغير لونها نبدأ نقسمها كيف ما احنا بنحب قسموها حسب عدد افراد عيلتكم او حسب عدد ضيوفك كيف ما انت بتحبي قسميها بعد ما تقطعيها ابدي بتوزيع الكريمة عليها بهذا الشكل حطيت الكريمة بكيس حلواني وحطت لها قموحة اساسي طلع شكلها هيك حلو وبدأت انزل عليها نقاط الكريمة حتى الولاد يحبوها بشكل اكثر ويكون شكلها اجمل وقت التقديم طبعا هاي ادواق شخصية بدكم تضيفوا كريمة بدكم تضيفوا ما بدكم تضيفوا حالي ممكن تكتفوا بالشكل الخارجي بس صدقا هيك شكلها كتير احلى واجمل هذا هو الشكل النهائي خليني افرجيكم بس قطعة منها كيف رح يطلع شكلها ما شاء الله عن جد يعني عائلية حجمها كبير القطعة منها مشبعة ومميزة شكلها وطريقتها سهلة وسريعة علميها لبناتك او لولادك ممكن يحضرولك ايها بكل سهولة ما بتاخذ وقت بالتحضير وبالتقديم كثير راقية ومرتبة هلأ رح افرجيكم منها بعض القطع شوفوا انا هون مستخدمة نوعية بسكوت كثير ممتازة يعني ما بتتكسر ولا بتتقسم فانتوا هون يعني شكل طبقة البسكوت وانه ما تشربوها تعطيكم تماسك للطبقة الاسفل وبتطلع كثير امرتبة هذا هو شكلها النهائي متمنى ان شاء الله وصفة تكون عجبتكم اذا حاسين حالكم انكم استفدتوا من هاي الوصفة يريد انكم تشاركوها على مواقع التواصل الاجتماعي وبسعدني اشوف تعليقاتكم عليها لانه هيك الوصفة بتكبر وبتنتشر بشكل اكبر يسعد كل اوقاتكم شكرا لكم على حسن المتابعة اهلا وسهلا فيكم السبايا اللي لسه اول مرة بزوروا القناة يريد تحملوا اشتراك وتفعلوا الجرس على الكل ليوصلكم اي فيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة